تحياتي لكم جميعاً معكم خالد بوزان في درس جديد من دروس قواعد اللغة الألمانية الدرس رقم 51 الجزء الرابع من تصريف الصفات إذن نحن هلأ رح نتابع في قسم القواعد الدرس الرابع الدروس الثلاثة الأولى طبعاً نحن شفنا الصفات وشفنا الجداول الثلاثة الأساسية وإننا منصرف الصفات حسب الشيء الموجود قبلها وبالتالي إما عنا أداة تعريف وبالتالي نستعملها الجدول أو أدوات نكرة أو نفي النكرة طبعاً جدولين متشابهين أو إذا كان ما في عنا أي أرتيكل قبل الصفة هاي الحالات الثلاثة الأساسية في تصريف الصفات اليوم شو رح يكون موضوع درسنا طبعاً فيه في اللغة الألمانية الصفة هي بتجي كجزء من الجملة والجملة الصفة ممكن تكون مسبوقة بأشياء تانية غير بس مو بس في اللغة الألمانية مو بس فيه أدوات تعريف وأدوات نكرة وإنما فيه مجموعة كبيرة من الأدوات والضمائر نحن رح نحاول نذكر أهم الأدوات والضمائر ونشوف كل وحدة إذا وردت في الجملة كيف منصرف الصفة إذن القاعدة الأساسية أهم شغلة هي أن نكون حفظانين هل ثلاث جداول وكل شغلة رح أعطيكم إياها هلا رح أقلكم أنه هي تصرف حسب الجدول الأول أو حسب الجدول الثاني أو حسب الجدول الثالث إذن نحن رح نحدد طبعاً شرط أساسي أنه هالدرس تشوفوا وتفهموا هو إنكم تكونوا درستوا الدروس الأولى للثلاثة الأولى من قسم تصريف الصفات كثير مهمة هالثلاثة دروس لازم تتمكنوا منها لحتى تقدروا تفهموا هذا الدرس بشكل صحيح أولاً وتانياً كمان لازم يكون عنكم إلمام لغوي عام في اللغة الألمانية يعني قواعد اللي الخمسين درس قواعد اللي أعطيتهم بالأول لازم تكونوا كمان متمكنين منهم وخاصة الحالات العربية شغلة كثير مهمة شو رح يكون موضوع درسنا اليوم بشكل محدد بشكل محدد درسنا رح يكون عن الضمائر أو الألفاظ أو الكلمات اللي إذا أجت في الجملة رح نصرف الصفة مثل الجدول الأول كأنه فيه أداة تعريف إذن الأشياء اللي رح ناخدها اليوم هي نفس اللي بنستعمله أو نفس جدول أداة التعريف رح نستعمل هالجدول إذا وردت هالكلمات طيب شو أهمية هالكلمات كمان؟ بغض النظر عن موضوع درسنا اليوم اللي هو طبعا الصفات وتصريف الصفات رح ندمج أشياء تانية لأنه مرتبطة ارتباط وسيق بموضوع الصفات وتصريف الصفات فأنا ما رح أعطيكم إياها بشكل مستقل في القواعد وإنما رح أشرح لكم إياها هون بشكل تكميلي لدرس الصفات اللي هي ما نشوفها رح هلا رح نشوفها إذن عند ورود الضمائر والألفاظ التالية نصرف الصفة حسب الجدول الأول أي حسب جدول أدوات التعريف جدول أدوات التعريف تعرفوا أنه في خمسة A والباقي A N نفس الطريقة رح نصرف الجدول نحن نصرف الصفات حسب الجدول الأول مع أي كلمات أو أي ضمائر نقصد عندنا أول شيء هالضمائر هدول سمعانين فيهم طبعا هو ضمير واحد اللي هو أو اسم إشارة نحن بنسميه كمان في اللغة العربية شو هي هاي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وبنفس الوقت كمان علاقته مع تصريف الصفات إذن الديزة ديزة 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 هو اسم إشارة للقريب يعني اسم إشارة للأشياء القريبة وليست البعيدة بمعنى هذا أو هذه طبعا حسب إذا كان مذكر أو معنس كيف يعني؟ هلأ أنا هون حطهم كلهم في حالة النوميناتيف يعني في حالة الرفع في حالة الرفع للمذكر ديزة إذن الأداة أو اسم الإشارة بحد ذاتها هي الديز بمعنى هذا ديزة للمذكر لما أنا بأشر على شيء مذكر مثلا على رجل بقول ديزة من إذا بأشر على مرأة يعني بمعنى هذا الرجل إذا بأشر على امرأة بقول ديزة فخو هذه الامرأة إذا بأشر على طفل مثلا بقول ديزة سكنت يعني بضيف الاس هوني وإذا بأشر على مجموعة من الناس مثلا بقول ديزة 그러니까 يعني هدول الناس وبالتالي التصريف طبعا هون رحطيت لكم الجدول إذا نحن درسنا الصفات ومع ذلك أنا أشرح لكم هالله هاي المواضيع كتير كتير مهمة دقوا فيي خاصة ما في نص ألماني تقريبا لا يخلو من اسم الإشارة طيب كيف بيجي تصريف بيجي تصريفه مثل الجدول مولت لكم هالجدول رح نتم نستعمله نتم نشتاق منه ونتم نتعامل معه نفس الشي هالجدول حالات العربية الأربعه وهون مذكر مؤنس هيدي جمع مسكولين فيمني نويت غوم وبلوغل رح يجي تصريف طبعا اسم الإشارة هون بيها الحالات على الشكل التالي ديزة 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 ديزن ديزة ديزة ديزم ديزة ديزم ديزة ديزة ديزن ديزة 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 طبعا من من جاية هي يعني هاي النهايات كل هاتف عرصة من من جاية؟ من الجدول الأساسي لا لدينا نحن دا دا ماذا قلناه منضيف اسم المؤنس منضيف الا دي منضيف لأ النايط خم قلنا الداس ايش بدصير منضيف لأس البلوغال الدي كمان مرجع منضيف لحرف الا وهون بيقلب المذكر بيصير دين صح؟ شو بنا أخد الان والباقي بيضل على حاله في الداتيف المذكر شو بيقلب وبالتالي أضيف الAM والمؤنس تصير داع و أضيف الAM فصارت AMAR AM المكتوبة خطأ خطأ مطبعي اذا AM و تجمع في الدعاتف دين زائد N و الن بضيفة للإسم هي ثابتة معروفة نفس الشيء في حالة الجنتيف الDES أضيف الAS هذا ماذا أتحدث عن الضمير؟ ليس صفة لسه أنا أتحدث عن الضمير هذا كأنه درس مستقل سوف يكون هنا اسم الإشارة و تصريفاته للمؤنس طبعا تعرفوا في حالة المذكر والحياة كمان نضيف الAS أو الاس للاسم تراجعوا الدرس الجنتيف وتعرفوا التفاصيل أكتر إذا المبدأ المبدأ أنه أنا في هالحالة شو بعندي؟ إذا عندي صفة عندي صفة مسبوقة باسم إشارة يعني هذا حسب أنا هيفيون مسبوقة بهالاسم الإشارة بصرفها حسب جدول الصفات الجدول الأول مع الأدوات التعريف مثال على هذا الشي أول شي جملة بسيطة بسيطة محدد معرف الآن إذا بدأ استعمل اسم الإشارة أنا واقف جنبي شخص و أقشر له على البيت الموجود مثلاً ما قابلنا في الشارع الأمامنا أقشر عليه و أقول له هذا البيت تحديداً هذا المنزل الجميل أو البيت الجميل تم بنائه عام 1970 إذا ما استعملت هنا؟ استعملت اسم إشارة وبالتالي عندي صفة هون الصفة الشون اللي عبتوصف الهاوس الموصوف شو وضع مسبوقة باسم إشارة وبالتالي بس تعمل هنا جدول الجدول الأول طبع أدوات التعريف جدول الأول طبع أدوات التعريف منعرفه نحن نرجع لأول الدرس قلنا نحن هون شو عنا خمس حالات A والباقي كلهم AN خمس حالات A وباقي الحالات كلها AN إذا دائما بس تعمل هذا الجدول لما بيكون عندي اسم إشارة إذا من عامل اسم الإشارة معاملت أدوات التعريف نفسها وبالتالي الصفة في حالة النومناتيف في حالة النومناتيف Das haus ليس هذا نويتهم اسم حيادي في حالة النومناتيف هذا الابت طبعا حتى اسم الإشارة تصريفها ديزيس الآن تصريف الصفة الصفة هون شو بتجي نويتهم مع النومناتيف في حالة تصريف الصفات مع أداة التعريف ونضيف لها حرف A مع أنه غير A أو A نقلنا ونضيف لها حرف A إذن من هون أجل تصريف الصفة للموصوف لها وصف وضن وانت سنعطى إذن الفكرة كلها ليش هي عم ناخدها هلا إذن نحن هلا رح ناخد مجموعة كلمات وضمائر وأشياء ورح نصنفهم نقول هدول إذا سبقوا الصفة منصرف الصفة حسب الجدول الأول مثل أدوات التعريف أو مثل أدوات الناكرة أو مثل مثل نول عتكل ما فيه ولا ضمير هاي هي الفكرة كلها إذن أنا بسطت لكم الأمور جدا شرحت لكم أول شي القواعد الأساسية للجدول اللازم تحفظوها وهلأ منضيف كل ضمير أو كل شغلة رح نشوفها هلأ ومنصرف الصفة حسب هنا جدول عندي مثال كمان هون بيديزم شونن بيتا كان من شفو من جين بيديزم شونن بيتا كان من شفو من جين يعني بوجود هذا الطقس الجميل يعني الطقس حلو كان من شفو من جين يعني يستطيع المرأة أن يذهب بالسباحة يعني فينا الروح المسبحة أو الروح نسبح يعني الطقس حلو فينا الروح نسبح الدنيا صيف درجة حرارة 30 صار فينا الروح المسبح معنا الجملة الجملة شو فيها؟ هلا الموصوف من هو البتا البتا يعني الطقس بطيب شو عنا البتا شو وضعه هون؟ عم نقول باي باي منعرف نحن بقي بوزيزيون بلوس داتيف حرف جر إذا الحالة هون شو داتيف شو اجت معنا؟ اسم إشارة ديس يعني بوجود هذا الطقس أنا بحدد عم بقول هذا الطقس بوجود هذا الطقس الجميل إذا اسم إشارة عنا هدا جدول اسماء الإشارة طبعا هدا درس مستقل عن موضوع الصفات بس كمان يعني هون بشان تنتبه لها الموضوع تصريف اسماء الإشارة هون طبعا الديس شو وضعه؟ عندي حالة الداتيف الداتيف مع النيتخم البتا فشو بستعمل ديزم إذا هاي الام جاي من هين؟ جاي من هون طيب الصفة شو وضعه؟ الصفة نفس الشي مسبوقة باسم إشارة الديس هاي اللي أخدنا داصاري في حسب الجدول الأول حسب الجدول الأول شو طلع على اسم على الموصوف؟ الاسم حيا دي نويتخم موجود في أي حالة في حالة الداتيف في حالة الجر نويتخم داتيف إذا بترجعوا للجدول بتلاقوا A-N التصريف وبالتالي بضيف الصفة A-N هلا اللي بتمكن اللي سوصل لمرحلة إنه هذا الحكي صار يقدر يفهمه فهو تقريبا يعني ختم القواعد اللغة الألمانية الحالات العربية فيها وتصريفاته ونهاياته المفروض يكون ختمة وفهمة مية بالمية وما عد يرتكب أي خطأ فيها ليش؟ لأنه لاحظوا عندي حرف جر وعندي اسم إشارة واسم إشارة تصريفه A-M وعندي صفة والصفة تصريفها A-N إذا عندي أشياء مختلفة اللي بيقدر يفكفك هذا الشيء أو وصل لمرحلة يقدر يحكي بهالطريقة أو يكتب بهالطريقة فهو طبعا يوصل مستوى للبيت سبي فهو طبعا يوصل لمرحلة يعني وصل لمرحلة أنه ما عدي خربت أبدا بالتصريف التصريفات يعني النهايات تبعية الكلمات وهي تعتبر من أصعب الأشياء في اللغة الألمانية إذا بيديزم شون الفيتا كان من شلومنجين يستطيع المرأة أن يذهب للسباحة هذا المثال مهم أهميته جاي من فكرة أن نشوفه عندنا هون حالة عربية عندنا صفة عندنا تصريف الصفة عندنا اسم إشارة تصريف اسم الإشارة إذا عندنا أكثر من شغلة بجملة واحدة هذا المثال الأول إذا نحن هلأ راح نشتغل بها بطريقة إذا هدولة طبعا هاي في حالة نوميناتيف يعني هذا أول سطر شو راح نصرفهم الصفات حسب الجدول الأول ننتقل للبعدة هلا راح نعطيكم اليينة يينة يينس يينة هاي كمان بتشوفوها باللغة الألمانية بس ما يشائعة كتير تستخدم أكترش في الكتب أو النصوص الرسمية يعني في اللغة الألمانية الفصحة ومع ذلك هي مهمة جدا طبعا هاي للي مستوى بيت 2 أو تسي 1 اللي بدي تابع كمان لازم يكون مية بالمية متمكن منهم نفس الشيء أنا حتلكون هنا في حالة النوميناتيف يينة يينة يينس يينة هاي لهون هاي كمان اسم إشارة بس للبعيد هالمرة نستعملها للبعيد إذن الديس مستعملها للقريب واليينة مستعملها للبعيد شخص بعيد، بيت بعيد، سيارة بعيدة، أي شيء بحكي عنه بعيد بمعنى ذاك أو تلك طبعا ذاك للمذكر وتلك للمؤنس في اللغة العربية في اللغة الألمانية ما منميز إذن هون عندنا اسم إشارة للبعيد بعكس هذه كانت اسم إشارة للقريب هون اسم إشارة للبعيد إذن كدرس يعني اسم إشارة صرنا منعرفه نحن ومنعرف التصريفات الجدول هذا حفظانينه وتمكننا منه كاسم كصفة تصريف الصفات كمان إذا كانت الصفة مسبوقة بإحدى هالضمائر هدولة اللي نسمي بلغ عربية اسمها إشارة كمان راح نستعمل الجدول الأول بالتصريف للصفات لدينا مثال هاي لفظة جملة شو ماناتا هل ترجمي ليس كاتبة بلغة العربية بس للا بترجميها بالتفصيل أعبة ولكن أعبة ولكن ولكن شو ينس هسلش حاوس حاوس يعني قلنا البيت البيت شو وضعه نحن نقول عنه هسلش هسلش يعني قبيح قبيح عكس شون شون يعني جميل هسلش قبيح إذن البيت قبيح عبا وصفونا واستعملت مسبوقة الصفة اللي عبتوصي في الموصوف لهو الهوس مسبوقة بشو باسم إشارة للبعيد يعني عبا ينس هسلش حاوس ولكن ذاك المنزل القبيح ذاك ذاك المنزل القبيح إذن هاي الترجمة الحرفية في اللغة العربية شو وضعه شطمت آس دن نونسن هندت غايسيجا ياغن شطمت يعني جاي من أو متأصل من يعني بمعنى أنه مبني في عام بالتلاتينيات يعني نونسن هندت غايسيجا ياغن فهو الغي olduğ wedding كاملة التعريح النونسن هندت غايسيجا نونسن هندت غايسيجا يعنيوق اليلت غاتينيات ياغن اش Siri هاي الترجمة طبعا ترجمة قواعيدي إجمال here لدينا اسم إشاره للبعيد لدينا إذا كانت الصفة مسبوقة بأحدها هن هدول كمان ما نستعمل؟ الجدول الأول مثل أدوات التعريف ما هو المثال؟ اسم حيادي في أي حالة عربية في حالة الرفع سنستعمل الجدول ينسب تعرفه اسم حيادي في حالة الرفع نضيفه اس و الصفة نضيفه ا لأنه نحن حسب الجدول أول يعني A يعني A أن هناك خمس مواضع A والباقي كله A وبالتالي هي تصريف الصفات اللي قدر طبعا برجع بعض لكم اللي قدر هلأ هالنهايات يتمكن منها مثل ما نحن شايفينه وعم نامله هلأ بيكون تقريبا ختم اللغة الألمانية هي هي أهم شغلة في اللغة الألمانية خاصة لما منحكي أو منكتب النهايات هي اللي بتعملنا مشكلة هاي إذا تمكنتم منها اللي هي الحالات العربية الأربعة طبعا نهايات الصفات والطمائر الملكية وهالأشياء هاي هاي بيكون يعني ختم ثلاثة ربعة اللغة الألمانية اللي هي أصعب شغلة فيها ومنعاقة الأشياء بتعتبر بس طبعا هي سهلة جدا إذن هذا المثال أيضا ننتقل للبعدة هالمرة عنا ييدا وهون بدي أياكم دقوا كتير 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 ييدا ييدا ييدس وبعدين هون حطيت أل شوني وشون يعني أل ليش أنا غيرتون هون هاي معناهن ييدا هاي ضمير بمعنى كل أو جميع كل طيب كيف يعني ييدا من يعني كله رجل ييدا من طبعا هي بشكل مجرد في حالة النومينتي في حالة الرفع ييدا من ييد فغاو كله امرأة كله امرأة هاي معناها بشان تعرفوا شو معناته بالضبط ييدس كيند كله طفل ييدس كيند شبيلت كان هوف تهم شبيل بلاتس كل طفل بيحب يلعب في المكان بلعب في الأطفال إذا المذكر والمؤنس والحيادي هي هي الييد طبعا في حالة المذكر A-A في حالة المؤنس A في حالة الحيادي A-S طبعا جدوان حاطت لكم يا هون ولكن في حالة الجمع شو بتصير هاي هاي بتقلب كلها بتغير شكلها نهائيا منجيب شغلة تانية في حالة الجمع شو منقول منقول ألا جميع ألا يعني جميع كتير مهمة هاي الكلمة كتير كتير مهمة إذا لما بتجي منصرف الصفة كمان حسب الجدول الأول ألا منا جميع الرجال أو كل الرجال ألا فخون جميع النساء أو كل النساء ألا كيندا جميع الأطفال أو كل الأطفال طبعا حطة في حالة الرفع بلوغال هون في حالة الرفع على هاي هي إذا شو صار عنا هون اللي صار أنه تغيرت الكلمة بحد ذاتها يعني الكلمة في حالة الجمع صارت شي تاني تماما بس أنه تغير شكلها تنتبهوا عليها كتير أما فيما عادة ذلك النهايات نفسها ييدا ييدس ييدن ييدن إذا حسب الحالة العربية تعرفوا للمذكر مؤنس حياتي حتى للجمع هون كمان العلم والباقي كله نفس الجدول الحالات العربية اللي صارنا منعرفه إذا هاي ييدا من يعني كل رجل ييدا فخون كله امرأة ييدا سكين كله طفل طبعا وتجمع سواء المذكر أو المؤنس أو الحيالي نفسه طبعا هاي في حالة الرأفاء في حالة النصب والجر والطبع المضاف إليه موجودين كمان هون هي نفس النهايات إذا الموضوع صار سهل ومتمكنين منه طيب شو وضع هالله هاي كمان هاي كمان إذا أجد في الجملة وسبقة الصفة اللي عبتوصف الموصوف كمان بصرف الصفة حسب الجدول الأول طبع عندي مثال كل سيارة من ثلاث سيارات كانت كتير غالية كل ثالث سيارة كانت غالية السمع يعني رحت مثلا على مارة سيارات حبيت أشتري سيارة عبتحرج على السيارات والأسعار فلاقيت أنه من كل ثلاث سيارات واحدة منه كانت سمعنا غالية كتير إذن كل سيارة كل سيارة كل ثالث سيارة يعني ضغطة هون جاي من من الثلاث الرقم ثلاثة ضغطة يعني السالس طبعا التصعيد الزوبالاتي فدو كمان رح أطيقون في درس قواعد خاص كل ثالث سيارة كانت غالية السمن كثيرا غالية السمن بغهزة السمن يعني اللي بهمنا هالله أول شي هي هاي اليد ييدس عندي هون في حالة الرفع وعندي السيارة فبستعمل ييدس هون كضمير هذا والصفة شو بستعمل كمان الموصوف اسم حيادي في أي حالة في حالة النوميناتيف في حالة الرفع لما بصرف الصفات شو بضيف تحرف حسب الجدول الأول كمان إذا أجت هاي بصرف حسب الجدول الأول مثال ثاني يعني اشتريت من كل نوع زهرة من كل نوع يعني من الأزهار زهرة وحدة يعني أنا دخلت فتت على محل زهور لقيت حاطت أنه 15 نوع مثلا من كل وحدة أخذت وحدة اشتريت وعملت باقة منك حي معنى الجملة حرفيا إش هاب gekauft أنا قد اشتريت وزمن شو زمن الجملة الperfect التام إش هاب gekauft زمن الجملة التام كمان صار نعم نعم دروس القواعد فن شو حرف جر إذا الحال العربي هالحون شو صارت حالة الجر بلوم الأزهار بلوم الأزهار جمع بلوم دي بلوم الزهرة دي بلوم الأزهار طيب شو استعملت مع هاي الأل الأل وبالتالي يعني جميع اشعب فن ألن شو بلوم 1 كاف من كل أنواع الزهر اشتريت واحدة عندي هون في حالة البلوغة للأزهار والداتف وبالتالي بقول ألن أجد هون فمن هون جاي تصريف الأ أما بالنسبة للصفة صفة مسبوقة بأل اللي هي هاي اللي هي من هالجدول اللي هي تبعية اليدا واليدا واليدس كمان بصرف حسب الجدول الأول اسم جمع بلوغال في حالة الداتف مضيف ان طبعا نحن شو قلنا مجرد في الجدول الأول مجرد أنه كان جمع حتى ما في داعي أدخل بالتفاصيل الثاني هو حكما ان دائما نهاية الصفة نهاية الصفة حكما وطبعا الاسم كمان شرته تعرف وتحصل وشو هو تصريف الصفة وحسب شو بيسبوك الصفة طبعا هلا نحن ندخل بالتفاصيل الدقيقة والحلوة واللي هي في الأخير اللغة الألمانية بشكل الصحيح والكامل يعني خير نقول بستوى بيت سباعي وفوق عندي هون الحالة الأخيرة في هالدرس كمان اللي رح يعني بعض في اللغة الألمانية بعض يعني ليس كل بعض يعني عندي عشرة ثلاثة من من اذا بمعنى بعض ضمير بمعنى بعض ويستخدم غالبا في حالة الجمع اكتر شي بستاملة في حالة الجمع طبعا هون تمان حاطتلكم ياها بالنوميناتيب يعني السطرة الاول متل ما هون كنت حط منشا ا منشا 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 او منشس بالأحرام هو الصح منشا منشا منشس 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 منشا طبعا اللي متمكن باللغة الأمير بلاحظ اذا في شيء مضبوط او سماعيا يعني بيعرف يكتشف الخطأ منشا في حالة المذكر منشا منشس في حالة الحياة ومنشا في حالة الجمع نحن نستعمل حالة الجمع بتيجي اكتر شيء في حالة الجمع في اللغة العربية الألمانية المنش طيب عنا جملة هوني شو عبدقول الجملة مت منشا اروغانتن لوتن كان منش نيش نيش مت منشا اروغانتن لوتن كان منش نيش جملة كتير كتير حلوة طبعا اللي بيوصل لمرحلة انو يقدر يفهم هيك جملة ومعناها يفصفصة بالقواعد كمان يعرف شو القواعد الموجودة فيها يعني بيكون أطع البيت سويا يعني طيب شو في عنا هون جملة بلشت بمت حرف جر نعرف اذا عندي الحالة العربية هي شو هون الداتف حال الجر اذا الموضوع بسيط الاسم وين والاسم كهني لويتر كلمة لويتر يعني الناس ملا هون جاي في حال جمع اذا لويتر جاي في حال الجمع مع مين؟ مع الداتف طبعا جمع وداتف تعرفوا بضيف دائما للاسم حرف الان مو قلنا الدين بلوس ان اذا بترجعوا للجدول وبالتالي عندي حرف الان هاي جاي من وين جاي من الدين بلوس ان طيب شو عندي هالله عباوصف عباوصف الناس شو عباقول عنهن أغغانت أغغانت يعني أغغانت يعني شايف حاله متعجرف متكبر أغغانت يعني متكبر متعجرف يعني في اللغة الالمانية طيب اذا هاي الصفة عبتوصف الناس الصفة بشو مسبوقة؟ مسبوقة بمنش متمنشن أغغانتن لويتن يعني مع بعض الناس المتكبرون اللي متعجرفون كان من زيح نيكت فشتين يعني لا يمكن التفاهم معهن لا يمكن للمرأة ان يتفاهم معهن يعني الشخص اليك شايف حاله ومتكبر صعب انه تدخل معه في حديث او تتفاهم معهو التفاهم معهو صعب هو دائما شايف حاله ومفكر حاله انه بيعرف كل شي احسن اذا هي جملة زو معنى وزو مغزع كمان طيب نحن البهمنا هالجزء من الجملة طبعا متمنشن أغغانتن لويتن عندي الاسم هون في حالة الجمع جاي شو؟ حالة الجمع بلوغال اول شي عندي بلوغال وحالة العربية لدي حرف الجر مت اذا دائما مع بلوغال الصفة شو بدأ اضف له ها بدأ اطلع كبان شو بيصبق الصفة بيصبق صفة المنش لنا المنش شو بنعمل فيها في حالة في حالة اللي بتصبق الصفة ونحن نستعمل جدوى الاول في التصريف طبعا بشتمتها اتكل و بالتالي اسم جمع بلوغال في حالة الدائما حسب الجدوى الاول بضيف للصفة ان جمع دائما ان بس طبعا هون مفسركم بالضبط من وين جاي اذا هاي الان طبعا هاي منين جاي مانشن اعتبروا هذا الجدوى المنش اللي هي بيكون موقع هون بلوغال داتيف هون وضفنا للان شو؟ للاسم كمان لانه الداتيف اذا الموضوع سهل لحظة ان 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 هاي التصريفات هاي النهايات في اللغة الالمانية المهمة اللي بيتمكن من هدول يعني بيكون اطغى البيت سفاي بيكون وصل لتسي اينس حتى يعني ومتمكن اللي وصل لمرحلة انه لما بيحكي كمان وهو بيحطها النهايات صح بيكون يعني تسي اينس و تسي اينس و تسي اينس صار مستوى اذا الموضوع سهل بس سهل بس سهل ممتنى خلينا نقول يعني بمعنى انه القواعد هون ضبطت قاعدة الصفات مية بالمية صفها الموضوع بس انه الانسان يتعود يلفظه او ينطقه و يكتبع اما اذا انا قاعد في امتحان مضطر احل احط النهايات طبعا خاصة بامتحان البيت سفاي يعني يسعل عنهم هالاشياء صار الموضوع سهل كتير بحفظ ثلاث جداول تبعية الصفات وبعرف بطلع متل ما علمتكن بطلع الاسم شو هو مذكر و الناس حيادي جمع بطلع الحالة العربية و بشوف الصفة شو بيسبقها وبالتالي بقى حشان اعرف انا جدوال بدي اخذ و بحط النهاية اذا التطبيق القاعدة هو سهل جدا و حفظ القاعدة كمان مفروض يكون صار سهل جدا انا شرحت لكم كيف اشتقينا هنا ثلاث جداول اذا موضوع مو صعب كتير و انما هو سهل ممتنع طبعا بيكون وصلنا هيك لاخر درسنا اليوم بتمنى الشرح يكون واضح في الدرس القادم رح اتابع كمان ببعض المفردات اللي بتجي كمان مع الجدوال الاول حالة الاولى لانه هاي الاشياء اللي بتجي في اللغة الالمانية في الجمل دائما بتتكرر مشان اعرف اصرف الصفات صح كمان شي درسين ثلاثة رح اعطيكم اكتر من شغلة مشابه لهالامور وبعدين هحطيكم بعض الاستثناءات وبعض الصفات بعض الاشياء كمان بيكون يعني درس الصفات تمكنتوا منه بشكل يعني فضيع جدا يعني بتكونوا تقريبا يعني ماضل شي تاني يعني ممكن تعرفوا سواء وصلتوا للسيتسواي او حتى بعد عشتوا في المانيا عشرين سنة او حتى اللفتوا كتاب باللغة الالمانية فيكم دائما تستخدموا هالقواعب اذا الموضوع رح يكون سهل جدا بتمنى انه اذا عجبكم درس بس حطوا لايك على الدرس كمان في اليوتيوب وتعملوا اشتراك للقناة خاصة المتابعين الجدد واللي دائما بيسألوني انه استاذ الدرس الاخير فينه او امتى حينزل طبعا بعمل اشتراك في القناة بجي اشعار لما انا برفع فيديو جديد تحياتي لكم جميعا طبعا نحن هلا قرب العيد انا هلا بسرجل الدرس قبل العيد بقلكم كمان كل عام وانتوا بخير بس رح اعمل كمان فيديو ان شاء الله اعيد عليكم جميعا الى اللقاء في الدرس القادم اشتركوا في القناة